بالفعل فريق العدالة والتنمية صوتا هذا اليوم في جدول أعمال الدورة السيتنائية بالرفض على أربع نقط وبالامتناع على النقطة الخامسة هذا الرفض ما رده العيوب الشكلية التي شابت الكتاب الموجه من طرف السيد الوالي إلى السيدة رئيسة مجلس الجماعي لمدينة الضربدة لأن في حيث هذا الكتاب يشير إلى أنه تم التأشير على ترخيص خصوصي بإدراج الفائد السنة المالية 2023 في جزء الثاني من الميزانية الجماعة 2024 نحن نقول هذا الترخيص الخصوصي لا يمكن التأشير عليه إلا بعد استنفاذ المصطرة ديال إدراج الفائد في الجزء الثاني من الميزانية المتعلقة بالتجهيز بمعنى ينبغي عقد اللجنة لمدارسة إدراج هذا الفائد كذلك عقد اللجنة من أجل التداول في هذه النقطة عقد الدورة من أجل مجلس يعقد دورته من أجل التداول في هذه النقطة وكذلك إصدار مقرر وإصدار قرار من السيدة الرئيسة إداك سلطات الرقابة الإدارية تؤشر على الترخيص الخصوصي الذي هو بمثابة إدن خاص بإجراء هذا التعديل على ميزانية 2024 الفائد هو قرابة بعد حصل الميزانية العامة ديال الجماعة برسم السنة المالية 2023 الفائد يقارب 134 مليون ديال الدرع هذه النقطتين متعلق بإلغاء اعتمادات في جزء التجهيز من الميزانية ديال 2024 وإعادة برمجتها في مجالات تهم إحداث المساحة الخضراء وحفر نقط الماء من قبيل الأبعب كان لنا نتحفظ في هذه النقطة بخصوص أن المغرب يعرف ما يعرفه الإجهاد المائي وبالتالي ندرة المياه بنظرة للتقلبات المناقية التي تعرفها البلاد سيما وأن السيد الوالي سبق هذا شهر ونيف أصدر قرار بإغلاق الحمامات ومرائب غسل سيارة ثلاثة أيام من كل أسبوع لترشيد المياه وعدم مسخصة المياه الصالحة للشرب واليوم نعيد برمجة الاعتمادات الملغات من أجل إحداث مساحات خضراء وكذلك حفر نقط الماء نحن كان حريو بالمكسب المسير أن يبحث عن حلول أخرى غير مس الفرشة المائية التي تتعدى منها هذه المياه الشربة المعالجة بعدا حفر الأبر من أجل سقي المساحات الخضراء والصيانة ديالها وتبقى على مستمرة في الرونق ديال المدينة خاصة المجال الأخضر المحيط بالطريق السيار الحضاري ولكن نحن كان نقوله كان إشكالات ديال هذه الندرة المياه وبالتالي ما يكونش تضارب القرارات خاصة إلا كانوا ما تتحدوا على التعاون بين سلطة الرقبة الإدارية ممتلب السيد الواري ومع المجلس المنتخب وممتلب المكسب المسير كان حريب بش يكون توفق خاصة خصوص ممتلب السيد الواري